اشتركوا في القناة لتوحي اطلاقا انها مقابلة مقابلة كأنها حرب كأنها مقابلة تأهل كياس العالم كأنها مقابلة تأهل كياس العالم واحسن مقابلة من الجانب تشابه بينها وبين بوركينافاص احسن استعداد واحسن اختبار البركينافاص ولا ارواح اذا راح نخليكم نتناقشه نوعا ما في الجانب التكتيكي في الفيديو هذا إذن خوتي مثل ما تشوفوا طريقة لعب منتقب الوطني للعب بطريقة أربعة ثلاثة ثلاثة أول مرة يدخل جمال بالماضي بلاعبين مسترجعين ولاعب أيضا هو في الحقيقة من المفروض مسترجع لكنه يعني يلعب كصانع ألعاب كصانع ألعاب وهو هشام بوداوي اللي رح ينتكلموا عليه يعني بإنصاف يعني بش نحضروا الحقائق مثل ما هي بدون إنقاس من قيمة اللاعب حقيقة اللاعب هذا لحد الساعة لحد الساعة المقابلة هذه لم يقدم ولا شيء للمنتقب الوطني ولما تكلمناها سابقا كانت ناس لي ظنت فينا أن نكرهوا اللاعب ولا نكرهوا نادي بارادو ولا لا حاشا لله بارادو نادي جزائري نحترموه وأيضا اللاعب الجهازة بوداوي حقيقة لم يقدم وعدنا الأدلة ورح نوروكم الصور إن شاء الله بعد ما نكبلوا الفيديو القصير هذا الناش تاكتيكي للناخب الوطني وطريقة لعب المنتقب الوطني في شوط الأول لعب بطريقة 4213 طريقة لعبها المنتقب الوطني في الضمالي اللي كان يعني صراحة مسيطر على وسط الميدان وتغلب علينا في كل الصراعات يعني حقيقة دي ما ننكرهاش خاصة الصراعات الفردية لكن المشكلة في المنتقب الوطني إنه 3 الملاعبين خاصة بوداوي من المفروض بوداوي هو لنشط اللعب بوداوي من المفروض بوداوي هو لنشط اللعب ما هو مفروض بوداوي ينشط اللعب لكن بوداوي لاحظناه دايما يميل إلى جهة رياض محرز وبالتالي يعني قلق نوعا ما رياض محرز اللي كان دايما يخطأ ودايما يعطي كورات لمنتقب المالي إذن هشام بوداوي لعب في المكان هذا بجنب رياض محرز وبالتالي هذا ما أقلق نوعا ما رياض محرز هشام بوداوي يعني من الخطأ لداره من الأخطأ لداره أنه لسق في محرز ومن الأخطأ لداره بوداوي أنه يرجع دايما في وسط الميدان يعني في المنطقة هذه يعني كأنه المنتقب الوطني يلعب بثلاث مسترجعين مسترجع 2-3 يعني المتقب الوطني يلعب بثلاث مسترجعين عوض أنه يبني اللعب وبالتالي أصبح رياض محرز وبلايلي ما عندهمش ليدعمهم يعطيهم الكورات وأيضا بونجاه ما عندهمش صنع ألعاب اللي يساعدهم ليعونهم ما كانش لماذا؟ لأن بوداوي يرجع في وسط الميدان كمسترجع وبالتالي يعطل من البناء الهجومي أيضا هشان بوداوي نفس اللعب أيضا ذوكم بعنطوكم الصور تشوفوها ارتكب العديد من الأخطار هنا في المنطقة هذه مع قديورة وفي المنطقة هذه أيضا مع زروقي أعطى كورات للخصم أعطى كورات للمنتقب المالي لما تعطي كورة في وسط الميدان المالي مالي ما ترحمكش هذا الشيء ما فروغ منه رغم المحاولات أنه أظهره نوعا ما حاولوا يصعدوا مثل زفان وبن سبعيني لخلق نوع من الكثافة في وسط الميدان وبالتالي مساعدة المحاولة مساعدة كل من مهرز وبليلي لكن هذا لم ينفع لأن وسط الميدان كان متقدم نوعا ما وسط الميدان تعمالي وبالتالي خنقوا نوعا ما وسط الميدان المتخب الوطني إذن هشام بوداوي كان عائق كبير المتخب الوطني وخروجه كان متوقع للأمانة بعدما انتهى الشوط الأول خممت في رسي خوتي بصراحة بصري عبارة قلت إما أنه يخرج بوداوي ويدخل على النخب الوطني يخرج بوداوي ويدخل إما بولايا أو كمهاجم ثاني إسلام سليماني وهو بالفعل ما تم وتم دخول إسلام سليماني كمهاجم ثاني وهو الشيء اللي ساعد المنتخب الوطني خاصة بوداوي اللي صراحة عائق خروج بوداوي ودخول إسلام سليماني أصبح الطريقة عبارة عن أربعة أربعة أثنين أربعة أربعة واثنين واللاعبان زروقي وقد يورا اللي راح نتكلم عليه الآن اللي هو اللي صنع الفارق خاصة في طريقة خاصة في لقطة الهدف اللي تقدم عفوا تقدم قد يورا هنا واسترجع الكرة واعطاها استرجع الكرة هنا قد يورا قد يورا هنا استرجع الكرة وماحرز كان هنا متقدم وبليلي كان هنا وإسلام سليماني كان هنا هنا استلم الكرة استلم الكرة هنا أعطا كرة أعطا كرة إسلام سليماني لبليلي وبليلي خرج مهرز أسيست ولا أروع ومهرز طبيعة الحال ومعرز بطبيعة الحال سجل هدف ولا أروع سجل هدف ولا أروع إذن خروج بوداوي أنعش المنتخب الوطني خاصة في الشق الهجومي لأنه يعني مكانته بصريح العبارة زيدة في المنتخب الوطني ما عنده ولا دور تائه في وسط الميدان الاسترجاعي ارتكب العديد من المخالفات ونخلوكم الصور باش تتأكدوا من الكلام اللي قلناه هذا هي طريقة الهدف لسجلها في المنتخب الوطني ضد مالي مالي منتخب محترم منتخب عند وسط ميدان قوي وقوي جدا إذن عمل كبير لقام به قديورة لمشكور على المجهودات الجبارة أيضا رسقي زرقي ليحاول أنه يغطي نوعا ما لما يسعد قديورة يغطي مكانه وأيضا يلعب بجنب قديورة وإضافة إلى أنه في أحيان بعض الأحيان يكون هو كمسترجع قديورة كموسط كسنتينيل وسترجع كورات وبالتالي يصعد نوعا ما وبالتالي يصعد نوعا ما رزرقي إلى وسط الميدان إذن يدعم وسط الميدان الهجومي رفقة بلايلي ومحرز لعطاء الكورات لبونجاح وسليماني إذن مقابلة تكتيكية في الشوط الثاني اتحوق بها جمال بالماضي وراح نخلوكم الصور لتأكد كل من تعناه أنه بوداوي كان الحلقة الأضعف في المنتخب الوطني وتائه في المنتخب الوطني داخل أرضية الميدا ما شاهدتو خوتي اللي راح نعطوكم الصور قلناك نعطوكم الصور تشوفوا باللي اللاعب هشام بوداوي كان هو الحلقة الأضعف في المنتخب الوطني إن صح القول اللاعب زائد في الملعب لعب تائه في الملعب العديد من الكورات الضائعة فقدان الكورة بسهولة عدم الضغط عن المنافس تضيع الكورة في وسط الميدان نحن نعرف وقلتها في السابق أنه وسط الميدان تعمالي قوي جدا إذا ضيعت الكورة وسط الميدان كأنك أعطيتهم 70% أنهم يسجلوا لك هدف يعني تضيع كورة في منطقة حساسة إعطاء الكورة لللاعب زروقي وهو تحت الضغط تحت الضغط أيضاً كاد يتسبب هشام بوداوي في ضربة جهازة شرعية 100% لو أنه الدفع كان نوعاً ما في الخط لو فات الخط بقليل كانت تكون ضربة جهازة شرعية 100% لأنه المسك كان في اليد المسك المدافع المالي كانت من يده من قبل هشام بوداوي عديد من الأخطاء الكورات الضائعة الشيء اللي دهشني فيه هشام بوداوي أنه سابقاً الصحافة اللي ضغطت وعملت المساحيل باش يكون هذا اللاعب في المنتخب الوطني اللي راح سافر لمصر عملوا المساحيل إلى درجة أنه طرحوا لي سؤال في ندوة صحفية جبال بالماضي سابقاً والأرشيف كاين قالوا له كيف ما تديش لاعب كما هشام بوداوي لاعب عالمي قالوا من يشام بوداوي بصري عبارة مدرب كسارية قالوا من يشام بوداوي لاعب شاب خليه يتأقلم وزيد يطلع ويطلع المستوى نعم ويدوه نورمال مش مشكلة المنتخب الوطني عادي لكن هم ضغطوا وعملوا مستحيل ومعروفين على كل حالة ما الصحافة بعض منهم معروفين عملوا مستحيل باش يروح ولمنتخب الوطني وقدرت سابقاً أنا ما عندي حاجة أي حاجة ضد اللاعب قلنا بنادي باردو صح حقيقة قلناك أنا بوداوي ما قدموالو أنا لما تكلم ما تكلمش آه تضدون لا أنا تكلم بواقع بصور بأدلة بللي اللاعب هذا ما قدموالو لمنتخب الوطني تائه في العديد من ردتكم فيديوهات وكانت ناس لهاج متنين مي معليش معليش الوقت أطاني الحق واليوم هاو الشعب الجزائري كامل كان مرحب بفكرة خروج بوداوي والدخول السيماني كل عجبا بالحال وتأكدوا بعد خروج بوداوي والدخول السيماني أن المنتخب انت عش كأننا كنا نعبه بنقص لعب حقيقة كأننا نعبه بنقص لعب الحمد لله أنا ما كنت أطلمت اللاعب أنا قلتهم اللاعب هذا خليه بروغريسي خليه زي يطور امكانيات منتخب الوطني باب مفتوح للجميع كيزد يخدم ويبان ويخدم كوسط ميدان كوسط ميدان ويبان أن العمل يطور المستوى مرحبا منتخب الوطني باب مفتوح للجميع إذن كذا يتسبب في ضربة جهزاء تضييع الكورات الجمال بالماضي يصرخ يصرخ على اللاعب هذا اللي يعني اندهش إنه كورة وسط الميدان لصاحبك مضغوط وتعطيله كورة تعطيل الأدفرسير تعطيل الخصم يعني المصرات اللاعب محترف تلعب منتخب الوطني إذن غركة أنك عطيتم هدف أخطاع يعني كاريثية كاريثية إذن نرجع ناس الفلاسفة اللي كانوا يقولون بلنطالب سويغلاس وطايدر سويغلاس مدها وجيبها أنا تمنيت بوداوي مدها ويجيبها باك ما يغلطش ما مدها ما جابها ما أخدم سويغلاس ما دافع كوسط ميدان دفاعي ما عاون الهجوم كمنشط للهجوم باك نوالوا وعد زيادة في الصد ضائع في الميدان إذن نتمنى من الفلاسفة يخرجونا كنتوا تقولوا بلنطالب مش وجوه كي كان يطير كي كان يطير في طوطن عام وكان يطير في شعال كي كان طير كنت تقولوا مجهو جوه سويغلاس يدي ويجيبها طي دار في الانتار يدي ويجيبها حاظو الكبوداوي أنا ما ناش نقولوا بلي نيس فريق ضعيف هاو ما مدها ما جابها ما أخدم سويغلاس معاون المليوري كي بارت يخدم كوسط ميدان استرجاعي ما أخدم في الهجوم في نشط الهجوم ما فيزوج مكانش إن شاء الله تهضروا برك ياخذ زاد شراح كنتوا تشيت زاد شراح هادروا الحقيقة أجوان هذا ما قدموا أقولوا ما قدموا خروج أنعش المنتقب الوطني دخول سيماني أنعش المنتقب الوطني نلعب كات كات زوز مهاجم ملعبش ببوداوي لأن أبوداوي خارج الإطار إذن الحمد لله ما كناش ضامين اللاعب هذا هذا ضاميني مرتاح إني ما ضامتوش لما تكلمت قلت بحقائب أنه اللاعب لحد الساعة ما تبين وينه فرمو أنت خبر الوطني محقيقة اليوم الميدان حضر أنا ما نتكلمش الميدان هو اللي يتكلم إذن برافو جمال بالماضي اللي نسميه أنا بالنسبة ليا مهندس الشوطة الثاني ولا خبير التاكتيك في الشوطة الثاني أنا بالنسبة لي هو جمال بالماضي الشوطة الثاني قرأ عرف بالليل نقائس وغير الجبوداوي أن تعش للخط الهجوم القاطرة الأمامية بدخول الإسلام سليماني ستة عشرين مقابلة بدون خسارة إذن برافو المنتخب الوطني برافو لجمال بالماضي سلسلة نتائج إجابية ستة وعشرين مقابلة بدون خسارة إذن التساوي مع كود ديفوار تبقى أن تونس لو انفوزوا عليها إذن سبعة وعشرين بدون انهزام الحكم الرقم القياسي الإفريقي إذن برافو للمنتخب الوطني مقابلة رائعة مقابلة ندية هذه البروفا ولا البروفا ولا الاختبار الحقيقي لمواجهة بوركينفاس فالأخير متقانع مع ميز من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته